إيطاليا تصاعد من لهجتها تجاه فرنسا التي نفت بشكل قاطع أن تكون قد أغلقت حدودها في فانتي ميليا حيث يتجمع عشرات المهاجرين على أمل الوصول إلى شمال أوروبا اللهجة الحادة لإيطاليا جاءت على لسان رئيس الحكومة ماتيورانزي الذي اتهم الاثنين بعد وزراء الدول الأوروبية بإدارة الظهر لهذا المشكل في إشارة لوزير الداخلية الفرنسي إما أن اعتبر هذا مشكلة أوروبيا ويتوجب علينا جميعا وضع الحلول اللازمة أو مشكلة إيطاليا فقط لأن أوروبا تغلق عينيها وعلى إيطاليا أن تتخذ الموقف لمواجهة ذلك أنا أقول هذا بكل أسف لأنني أعتقد أن أوروبا هي بيت كبير للقيم المهاجرون المتواجدون في فانتي ميليا وبعض المناطق المجاورة في إيطاليا يطالبون بالعبور إلى فرنسا من أجل الذهاب إلى بلدان أخرى كسويسرا وألمانيا هذه الأخيرة تفرض مراقبة كبيرة على حدودها إلى غاية ساعة متأخرة من الليل من جهتها فرنسا وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كوزناف أكد الإثنين أن الحدود الفرنسية الإيطالية غير مغلقة لكن فرنسا تحترم القواني الأوروبية التي تنص على أن يتم قبول مهاجر في إيطاليا لأنهم مسجلون في هذا البلد